والاسلامية عمران خان حتى خرج ليغرد ويكتب بانه يتمنى دوام الصحة والعافية لرئيس اردوغان ويتمنى له الشفاء العاجل ويدعو المولى عز وجلب ان يحفظ اردوغان للامة الاسلامية نظرا للفعالية القوية لهذا رول في كثير من قضايا الامة الان لذلك اردوغان شغل بال الجميع على تويتر وعلى السوشيال ميديا نظرا لتعارضه للوعكة الصحية تلك واصبح البعض يتحدث ويربط بين تناوله للبقلاوة والشاي وما حدث معه في نفس ذات اليوم لكن من الممكن انه يكون الامر قدري وانه اردوغان كما اشار مصاب يعني ببرد في المعدة لكن في النهاية كل هذه الشواهد تكشف عن ان الرجل يبذل مجهودات كبيرة لصالح هذا الشعب يحاول تتواجد اي نوع من انواع الحواجز بينه وبين الشعب اردوغان يتجول هنا وهناك اردوغان يوم العيد صلاة العيد كان في مسجد ايا صوفيا في قلب اسطنبول وسط الاف من المواطنين وفي النهاية كان حاضرا وكان مؤازرا لهؤلاء المواطنين في عيد الفطرة المبارك مشاهد تحسب لا اردوغان وانا اتمنى ايضا ان يتم الاعتناء بصحة الرئيس اكثر واكثر وان يكون هناك بالفعل ترجمة نانسي قنقر